نادي زمالك دلوقتي ناخذ من هناك مرة تانية زملتنا نازين تاسير يا نازين اهلا بكي مرة تانية براحب بكي انجي مرة تانية وكنا مع كابتن احمد السيد مدرب بكتوان ناشئين داخل نادي زمالك ولست بنسأله كابتن عايز اعرف رأيك ايه في اداء اخوان كارلوس طبعا المدير الفني لنادي زمالك مع الفريق منذ توليه لا طبعا هو مدرب كبير واضح طبعا انه له بصمة في التكتك بتاع اللعيبة وفي افكار اللعيبة عنده افكار طبعا هو بيحاول ينفذها وده طبعا بان في المباريات السابقة اللعيبها النادي كان فيه تطور في الاداء كبير جدا او مش كبير جدا يعني خلينا نقول لحد يعني فيه تطور باين في الفرقة فان شاء الله من الفترة الجاية يبقى فيه تطور اكبر ويبقى فيه فهم من اللعيبة بالنسبة للكيمستري بتاعت المدرب اكتر ويبقى فيه انسجام اكتر بين اللعيبة وانه هو يقدر يعمل توليفة اللي هو هيقدر يكمل بها الموسم الجاية ان شاء الله طبعا سواء هيديف عليهم لعيبة جديدة بالنسبة للموسم الجديد او فيه لعيبة هتخرج من الفريق وان شاء الله هنشوف يعني هيكون ايه اللي هيحسن الموسم الجاية بإذن الله بس فيه تطور كبير في الاداء ده اللي أنا ملاحظه ها طيب كابتن الزمالك هيواجه بروكسي احد اندية الدرجة التانية في الدور الـ 32 من كاس مصر عايز اعرف شايف المواجهة دي ازاي طبعا يعني مواجهة عادية جدا نادي الزمالك بيلعب فريق صاعد من الدرجة التالتة او الدرجة التانية طبعا فريق عنده طموح كبير عايز احققه قدام فريق كبير زي نادي الزمالك في مباراة زي مباراة الكاس فطبعا المباريات بتاع الكاس دي بيبقى دايما الفرق الصغيرة بتحاول تظهر بافضل صورة فيها لان دي بتبقى طبعا البطولات اللي هما بيشاركوا فيها على مستوى محلي اكبر والناس بتشوفهم اكتر فبالتالي كل العيب طبعا بيبقى عايز ينزل يبزل اقصى مجهود عنده بحيث ان اندية كبيرة تشوفه وبحيث ان هو ينتقل لقاينة دي اكبر فطبعا هما هيعملوا كل ما ممكن يقدروا عليه في الجيم ده انهم يحقوا التلاتة بقونت ويخرجوا نادي الزمالك وطبعا نادي الزمالك يعني ان شاء الله انتصار في المباراة دي ونخش الدور اللي بعضه على طول بإذن الله ان شاء الله طيب كابتن شايف ايه المطلوب من فريق نادي الزمالك واللعيبة خلال الفترة المقبلة مطلوب التركيز طبعا ومطلوب ان انا افصل تماما عن اي مهاترات خارجية زي مثلا مباراة السوبر او زي اللي بيحصل من الاتحاد الكورة المصري او الحاجات اللي بتحصل دي فاتمنى ان هما يبعدوا تماما عن اي افكار خارجية وان هما يركزوا مع الفريق ومع المدرب ومع افكار المدرب بحيث ان احنا نقدر نشوف الفترة الجاية انتصارات لان النادي الزمالك وجمهور النادي الزمالك محتاج جدا الفترة الجاية بطولات ومحتاج طبعا انتصارات مستمرة طيب كابتن شايف ازاي الجهاز الفني يستغل فترة الروحة الحالية اللي موجودة للفريق طبعا اهم حاجة طبعا في الفترة دي ان يبقى في ريكوفري على المستقل البدني وطبعا لازم نستغل الفترة دي في وجود ريكوفري نفسي مهم جدا 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 للاعبين محتاج ان انا اهل اللاعبين نفسيا للموسم الجديد من دلوقتي طبعا خاصة ان انا عندي برضو بطولة مهمة لسه مخلصتش اللي هي الكاس فمحتاج ان انا ادخل موراد بتاعت الكاس وانا جاهز على جميع النواحي يعني سواء نفسيا او بدنيا او فنيا انا بشكرك جدا يا كابتن احمد لجودك معنا في نهارك ابيض النارد شكرا يا ناديين شكرا زملتي العزيزة انجي ده كان لقائنا من داخل نادي زمالك مع كابتن احمد السيد المدير القطاع الفني وطبعا هذا كان كل ما لدي من لقاء اليوم ولانا العودة لك مرة اخرى في السلط بشكرك شكرا جزيلا طبعا زملتي العزيزة ناديين تأثير بشكر كمان كابتن احمد السيد طبعا احد المدربين بقطاع النشئين